هنروح للكرة الطائرة رجال بقيادة الكابتن محمد مسال حبيدو اللي كانوا معنا الحلقة اللي فاتت واللي فرحنا بيهم جدا واصحاب السوبر او ابطال السوبر المصري بيستعدوا دلوقتي البطولة العربية البطولة العربية حصل فيها لغة كبيرة جدا انا بس قبل ما اروح للخبر كده ويقول لكم الدنيا البطولة العربية تم انسحاب اربع فرق الاربع فرق اللي انسحبوا دول لخبطوا الدنيا خارج ومنهم طبعا نادي الزمالك بعت النهاردة اعتذار عن المشاركة في البطولة يعني مش هيشارك اصلا وعندك الكويت الكويتي وفرقتين كمان واضطر الاتحاد العربي لكرة الطائرة انه يعمل حاجة لطيفة جدا انه يعيد القرعة اضطر يعيد القرعة لانه اصبح عدد الفرقة 12 فريق كانوا 16 بقى 12 طيب القرعة اتعاملت من لحظات وطلعت نتيجتها واقول لها لحضراتكم دلوقتي الفرقة البطولة العربية بقت مجموعتين مجموعتين فقط ومش اربع مجموعة وده لوجيك وده طبيعي المجموعة الواحدة بتضم ست فرقة خلينا استعرض مع حضراتكم المجموعات والبطولة وده خبر لسه يعني اول برنامج يجيبه فضل الله برنامج الابطال المجموعة الاولى الاهل القطري الميناء اليمني الصداقة الفلسطيني النصر البحريني السوحلي الليبي قضم الكويتي المجموعة التانية اللي بقع فيها النادي الاهلي الوقرة القطري خيبة للمهرة اليمني ومصافي الشمال العراقي وبنياس الإماراتي والسيب العماني والأهل المصري تاني مجموعتنا في النادي الاهلي مين اختلفت خالص احنا كان معنا الكويتي الكويتي والبحرين والنصر البحريني كل كلام ده تغير تاني انسوا بقى الكلام ده خالص المجموعة الجديدة هي الوقرة القطري فريق محترم جدا خيبة للمهرة المهرة اليمني مصافي الشمال العراقي بنياس الإماراتي السيب العماني الأهل المصري وبمناسبة الفرقة دي وصلت الفرقة دي وصلت وعشان كده ده سر ان القرعة تأخرت تم تقسيم الاثناشر فرقة المجموعتين تمام يصعد أربع فرقة للدور اللي بعد كده خلاص يعني المجموعتك هتلعب خمس مباريات باعكات تطلع عدور التمني على طول الأول اللعب الرابع أكيد والتاني لعب التالت يعني كروسات وبالمناسبة النادي الأهلي هو النادي الوحيد المصري المشارك والبطولة تتلقى منها عشرين فبراير حتى تلاتة مارس القادم دي كان البطولة بالنسبة للمطشات وموعدها لسه لم يتم الإعلان عنها رسميا أول ما نعرفها لو نزلت على صفحة اتحاد العربي وإحنا في الحلقة هنقولها لحضراتكم ما كانش أكيد هنقولها لحضراتكم من الحلقة الجايقة وهتعرفوها من السوشيال ميديا أو من الألال على الصفحات الكبيرة والمواقع الرياضية الأخرى